اليوم سوف نرى أهم الأفعال التي نستخدمها لكي نتحدث عن الروتين اليومي سوف نرى عدة أفعال إنعكاسية ما هي الأفعال إنعكاسية؟ الأفعال إنعكاسية هي التي يكون فيها الضمير إنعكاسي زيش يعني الفرق بينها وبين الأفعال العادية هو الضمير إنعكاسي زيش يكون إما في الضاتف أو في أكوزاتيف الضمير الإنعكاسي يجب أن يكون مطابقا للفاعل ماذا يعني هذا؟ مثلا إذا كان عندنا الفاعل هو إيش إذن الضمير الإنعكاسي يكون إما مش أو مير يعني مطابق مثلا الفعل زيش أو صغو يعني الصرخي الصرخي إيش غو مش أوس أنا الصرخي الفاعل هو إيش يعني أنا والضمير الإنعكاسي هو مش أنا كذلك يعني نفس الشخص نتحدث عن نفس الشخص الضمير الإنعكاسي يكون مطابق للفاعل يعني نفس الشخص ملاحظة مهمة هناك نوعين من الأفعال الإنعكاسية أفعال إنعكاسية حقيقية وأفعال إنعكاسية غير حقيقية ما هو الفرق بينهما؟ أفعال إنعكاسية حقيقية دائما يكون فيها ضمير إنعكاسي يعني دائما لا يمكن أن تكون بدون ضمير إنعكاسي في الجمل ولكن أفعال إنعكاسية غير حقيقية أحيانا يكون معها ضمير إنعكاسي وأحيانا أخرى لا يكون فيها ضمير انعكاسي ولهذا السبب نسميها أفعال انعكاسية غير حقيقية مثال لفعل انعكاسي حقيقي يعني استعجل أو أسرع يعني أنا أستعجل أو أسرع هذا الفعل لا يمكن أن نستخدمه بدون ضمير انعكاسي فهو فعل انعكاسي حقيقي ولكن كيف يمكن أن نتذكر هذا الشيء؟ الأفعال انعكاسي الحقيقية لا يمكن أن نغير ضميرها الانعكاسي لشخص أو شيء آخر لا يمكن أن أقول أنا أستعجل شخصا ما أو أنا أستعجل شيئا ما هو فعل انعكاسي غير حقيقي أنا أغسل لنفسي الفعل مع ضمير انعكاسي أنا أغسل لإبنتي هنا بدونه أغلب الأفعال انعكاسية تكون بلوس أكوزاتيف بمعنى الضمير انعكاسي يكون في أكوزاتيف ولكن إذا كان هناك أكتر من مفعول به يكون عندنا الضمير الإنعكاسي في الضاتيف يعني أنا أغسل شعري يعني أنا أغسل شعري يعني حلق يحلق إذن إذا كانت الجملة تحتوي على مفعولين فإن الضمير الانعكاسي يكون في الضاتيف بمعنى آخر مثلا إذا استخدمت فعل انعكاسي بصفة عامة وقلت أنا ألبس أنا أغسل أنا أحلق فالضمير الإنعكاسي غالبا يكون في أكوزاتيف ولكن إذا ذكرت ماذا أغسل ماذا أحلق ماذا ألبس في هذه الحالة الضمير الإنعكاسي يكون في الضاتيف والشيء الآخر الذي ألبسه أو أحلقه أو أغسله يكون في أكوزاتيف دير تاجس أبلوف هو الروتين اليومي دير تاجس أبلوف الفعل أوف باخن معنى السيقضة يستيقض هو فعل منفصل مثلا نقول إشفاخ ثم تقول الساعة التي تستيقض فيها ثم أوف إشفاخ أم زيبن أو أوف أنا أستيقض على الساعة السابعة صباحا حرف جر أم تستخدمه عندما تتحدث عن الساعة كيف تسأل شخصا ما متى تستيقض وان يعني متى وان وخصت تو أوف متى تستيقض إش وخه أم نوين أوف أنا أستيقض على الساعة التاسعة صباحا أو في الماضي مثلا تسأل شخص ما متى استيقضت اليوم الفعل أوف باخن نستخدم معه الفعل زين كفعل مساعد كما تلاحظون إش بن أم تسين أوع أوف باخن لقد استيقضت على الساعة العاشرة صباحا الآن ما هو الفرق بين الفعلين أوف باخن وأوف شتين أوف باخن عندما تنهي النوم تستيقض وأوف شتين عندما تقوم تنهض من السرير إش تي أم زكس أوع أوف يعني أنا أستيقض من السرير أنهض من السرير على الساعة السادسة صباحا وان بستو هويت أوف جيشتندن؟ يعني متى نهضت قمت من السرير اليوم إش بن أم ألف أوع أوف جيشتندن لقد استيقضت ونهضت من السرير على الساعة الحادية عشر صباحا الفعل أوف شتين نستخدم معه كذلك الفعل مساعد زين لنقوم بوصف هذه الصورة قليلا ما يرى على المرأة؟ ما يرى على المرأة؟ على المرأة يرى على المرأة؟ يعني في الصورة يرى المرأة شابة أين تتواجد؟ يعني أين تتواجد؟ الفعل سيح بفندن يعني تواجد هي تتواجد في غرفة النوم أو هي تتواجد على السرير وتمدد دراعيها إلى الأعلى الفعل شترك يعني مدد يمدد شترك هي تغطي نفسها بغطاء أو لحاف هنا عندنا الضاطيف لأن حرف جرمت دائما يكون بلوس ضاطيف والفعل يعني غطي يغطي هو فعل إنعكاسي بلوس أكوزاتيف يعني ما هو لون اللحاف أو الغطاء؟ دي دكة إست وايس اللحاف أبيض لونه أبيض أين وايس دكة لحاف أبيض يعني هي ترتدي بدلت نون لونها أخضر غامق عندما تريد أن تصف لون ما أنه غامق تكتب قبل اللون دونكل يعني غامق وعندما تريد أن تصف لون الماء بأنه فاتح تكتب هيل قبل اللون عندما تقوم بالنهض من السرير تذهب إلى الحمام إنس بادو تسمى غي يعني أذهب إلى الحمام إش غي إنس بادو تسمى أنا أذهب إلى الحمام إش بين إن بادو تسمى أنا في الحمام بعد الذهاب إلى الحمام تنظف أسنانك الفعل الذي نستخدمه مع تنظيف الأسنان هو زيش يعني نظفة ينظف إش بوتس ميا ديسينة يعني أنا أنظف أسناني ميا داتيف ديسينة أكوزاتيف ديسان بوست فرشات الأسنان ديسان بوست ديسان بوست معجون الأسنان ديسان بوست الفعل زيش كامن يعني مشطة زيش كامن إش كامميش يعني أنا أمشط إش كامميش أو إش كاممير دي ها瑕 أنا أمشط شعري إش كاممير دي هاغ دير كام هو أن مشت در kam سيش واشن يعني رسل يرسلو سيش واشن إيش واش مي دس جزيش أنا أرسلو وجهي إيش واش مي دس جزيش در جزيش تس رينيق يعني منطف الوجه در جزيش تس رينيق دي زيف السابون دي زيف سيش أنتزين يعني لابس أو ارتد سيش أنتزين إيش تسيو مش أن أنا أرتدي ملابسي إيش تسيو مش أن سيش أنتزين ارتداء الملابس سيش أستزين خلع الملابس سيش تغيير الملابس الفعل فريشتوك يعني تناول وجبة الإفطار فريشتوك إيش فريشتوك يعني أنا أتناول وجبة الإفطار إيش فريشتوك وان هستو هؤيت جفريشتوك يعني متى تناولت وجبة الإفطار اليوم إيش هاب أم نين أور جفريشتوك لقد تناولت وجبة الإفطار على الساعة التاسعة صباحا الفعل سيش دوشن معناه استحم هو فعل إنعكاسي سيش دوشن بلوس أكوزاتيف إيش دوش مش أنا أستحم إيش دوش مش تسميتاك أسن يعني تناول وجبة الغداء تسميتاك أسن إيش أس تسميتاك أنا أتناول وجبة الغداء إيش أس تسميتاك تسو آبايت جي يعني أذهب إلى العمل تسو آبايت جين إيش كي تسو آبايت أو إيش فاغ تسو آبايت حرف جار تسو يكون دائما بلوس داتيف يعني كيف تصلوا إلى العمل كيف تذهبوا إلى العمل إيش فاغ مد بوس أو إيش فاغ مد 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 إيش فاغ مد 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 رادي فرنزين فعل يعني مشاهدة التلفاز أو فرنشاون إيش زيوفان أو إيش شاوفان أنا أشاهد التلفاز فيرابند مخن يعني إنهاء العمل عندما تنهي العمل في المساء مثلا إيش مخ فيرابند ونفار نخ هاوز أنهي العمل وأذهب إلى المنزل الفعل أوفغويم يعني رتب أو نظام إيش غيوم آبند أنا أتناول العشاء يعني التقي يلتقي إيش تخف إيش تخف مش مت ماين فخوين يعني أنا ألتقي أصدقائي إيش تخف مش مت ماين فخوين إيش بت يعني اذهب إلى السرير إيش غير إيش بت يعني أذهب إلى السرير لكي أنام لنرى مثال لشخص يحكي عن روتينه اليومي يعني على الساعة الثامنة صباحا أذهب إلى العمل إيش عبايت دين جانزم تاك يعني أعمالو طيوال اليوم دين جانزم طيوال اليوم أم 6 أبند ماخو إيش فائر أبند ونفار نخ هاوز على الساعة السادسة مساء أنهل عمل وأذهب إلى المنزل داناخ إس إيش زو أبند ون انش پاني ثم أتناول وجبة العشاء وأسترخي الفعل سيش انشبان يعني السرخي السرخي وم 22 او جي إيش إنس بيت ون شلاف يعني على الساعة العاشرة أذهب إلى السرير وأنام ما هاست 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 سيش هاست هاست جيغانجن وحبه دن جانسن تاك ام بيرو جياربات ثم قمتوا بالدحاب إلى العمل وعملتوا في المكتب طوال اليوم ان در متعقس حبه ايش مت مينن كوليغن زميتع جيجسن يعني في استيراحت الغداء دي متعقس استيراحت الغداء قمتوا بتناول وجبة الغداء مع زملائي بعد العمل بنيش انسفتنيشستوديو جيغانجن وحبه ايشتوند ترينيرت بعد العمل دهبتوا الى صالت الرياضة وتمرنتوا لساعة داناخ بنيش نخ هاوزو جيفارن هابه جيجسن وزو عبند جيجسن طوما دهبتوا الى المنزل قمتوا بالإستحمام وا أكلتوا وجبة الغشاء جيجسن انسفن ايش ميش وليس ايش ايش بوخ بفور ايش شفن جيه الان اصرخي واقرأوا كتاب قبل ان انام دس وار من تاك هاوزو شكرا